بسم الله والحمد لله والسلام عليكم صلى الله سؤال مليح بيزهر كل سنة في شهر يناير وفبراير المستوى سنوية عامة بس عموما انا تعبت وزاكرت وعملت اللي عليا وكامل كله اخد اجازة ولا انا بس الجيولوجيا عندي وقعت شوية انا الفيزي عندي فيه فصلين فيه فصل قوة دفعة الكهربية المستحصل عكسية واقع مني مثل الاحياء في باب التكاثل ده واقع مني برضو ما محتاجة راجعه او مثلا في التاريخ محمد علي وعيال وكلهم بعدلاني فهل ممكن في فترة الاجازة الملادسين يدعونا الاسبوعين ده الاول اسبوع ده هل ممكن اذاكر ولا لاجع اه نصيحتي المتواضعة من اخوك كبير محمد اه لو انت كنت من اول سنة بتذاكر وتعمل عليك انا عملت اللي عليك وانت عارف انت بالزلوط عملت عليك ولا اكتهدت وتعبت جدا وكده اه فخد اسبوعين اجازة بجد خد يعني الاجازة هتفرق معك لو اسبوعين كتير خد عشرة اياه خد اسبوع يا اخي بس يعني اخد اجازة هتفرق معك جدا لشان ديه في الغالب اخر اجازة هتاخدها بجد عشان بعد كده مفيش اجازات في بقى شهر اتنين تلاتة ربعة خمسة ستة هتجي الامتحانات فهتنشغل جامع فانوصحتي اخد اجازة طب لو انت كنت نص نص يعني من الاول سنة لو انت نص نص برضو اخد اجازة بس مش كتير يعني حاولت اخد كم يوم تلات ربعة ايام لو طبعا تاخد اسبوع مسلا بالمرة ماشي خلص اسبوع وبعدها نبدأ ايه نبدأ نرجع طب لو انت مكنش بزاكي من اول السنة لأ لو انت مش بزاكيش يعني استحي على دمك وقوم ايه وقوم زاكي اللي قدق من النهاردة بس نصيحتي يا عمو ان لو انت من الفرقة لا تاخد اجازة او حتى لو مش تاخد اجازة اه يعني حاول تقعد مع نفسك كده قاعدة هادية جدا مع كرة وقلم وتصف في زهنك كده وتشوف هتعمل ايه فترة اللي جاية مهمة جدا الحتة دي اتوقت تقول طبا انا هعمل ايه اه هكمل في الدروس النا فيها دي ولا لا في حاجات شغلت وقت كتير او ضعيات وقتي وقتي اللي راح تلمي القوانين ده ضع في ايه ضع في قنوات التليجرام والواتساب وضع هنا وضع هنا وضع هنا ايه بعد ان كل الحاجات دي هبعد عن واحد اتنين تلاتة اربعة هعمل بلوك الواحد اتنين تلاتة اربعة مش روح لمستر فلان وفلان وفلان هقافل فيسبوك حاول لابعد شوية عن ايه؟ حاول تقنن الفترة اللي جاية وتجيب الكتب وتقعد في البيت تعمل معسكر كده وتهدي نفسك وتقلل نزول الفترة اللي جاية بالذات عشان آآ فيها شغل كتير. فمحتاج تهدي نفسك. فاخد اجهزة وهدي نفسك وخطط واستمتع بالاجهزة كامي يوم وده ارجع اشتغل عن اضافة. آآ طبيعي جيد درجات وحشة في المتحانات ما قلناش ده. طبيعي تلاقي بعد بعد الاجهزة دي الدنيا صعبة شوي عشان المعلومات بقى اه انت يعني اول سنة في حياتك تاخد تلمين على بعض. طبيعي ده يحسن. بس حاول تهدي نفسك. بوساطة وتاخد الموضوع بوساطة يعني ما تعصلكش الدنيا وما تهلعش ابيل عن الهلع. وابدأ خطط. هعمل ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة. ولما تخطط وابدأ يمشي في خطوة وخطوة والتنية وتلتة تقيم موضوع بيمشي واحدة واحدة. ما تقلقش وما تترعبش. بس كده. وابا اذن لا كل يوم احاول اطمنك ونبعث اه اه رسالة اطمناية لبعض كده ونشجع بعض ومع بعض بازن الله. بس كده بتنساش تابعنا على القناة وان شاء الله خير. السلام عليكم.